موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة على محمد وآل محمد موسيقى موسيقى ترى أن هناك ملحة في الألوان القرى ترى ماذا؟ ترى أن هناك ملحة في الألوان لأنه يجب أن تقرأ أي ألوان القرى لأنها ترى الألوان القرى والمجدرات وأنها تضعوا ملحة في الألوان هذا ي indications أن هذا الشعوب يقوم بسيارة فصلة إلى ربزيوستر وهي ذلك يسمى رمزيهانسども رمزيهانس المسترد من ربزيوستر وهذا مصر هنالك في هذا الكثير القطيس 20 الأساسية التي يجبون أن تجد ذلك الآن because one question una sorpresa كيف تراجع a patient takeaway first of all inspection this is inspection a patient with paralysis of the right facial nerve and his right side and jaw I mean deviated to the left side to the normal side وعندما ينظر الهين ، يمكن أن تساعد المسكين ، فهذاً يمكنك أن تحرق الناس مجلسة ، هذا يمكنك إيجاد من الإنسابة ، يجب أن تبحث عن العين ، عن طريق أو بابل أو مقلل ، وما ترى ، هذا هو المسكين ، خاصة في أصدقائي ، أكبر في أصدقائي ، أعطيب التعامل ، هناك بعض المئافرات أولاً لما ترابعتك ارفح الاشبك رمين أني ترابعتني ترابج من البلاد هناك مشكلة على البلاد اتعلم هناك شكلين في الجح시는 容易 تصوره عندما يرمج بشكلين هذا يعني أن الازل العيوية أكثر من الملحين من الجميلة الماضية تفعلها بشكل مستوى يجعلها الناس ببعض وليس فقط هذه الأشياء الأهمية أن تجدونها الثاني يجب عليك أن تجد المعرفة على المعرفة تجد المعرفة تجد المعرفة تحتية تحتية، ليس هذا المعرفة بالحقًا في هذا الطريقة. على الموضوع بل إذا أستطيع موضوع فاقع كله يبدأ أنه سبب رحمن. عندما يحصر في قاطع هم أحصر في قاطع هم أحصر لموضوع كله. ولم تأترى هذاًا نقوم بأن نفسه anta, hate nail on the eyelashes, remouch Sometimes if you can see them it all appears I mean all these eyelashes appear and while the eyelashes and the left side it buried inside not appear therefore this patient يمتلون الحقوم على هذه المساعدة ، ثم يجب أن ترحل أمي ، يسأل أمي في منطقة عالم الغير أمي ، فهي مسيح بالتأكيد للمساعدة تنسي agمي ، إذا استعمل رؤيته ، حلو أنه رؤيته آخر ، إذا لم يكن يشعر ، هذا من الأمر. أبعلاً، لو حينها لن أشعر، يجب أن يظهر جميلاته في المراجعة، في المراجعة، يرى الجميلات، وفي المراجعة، أبنى الجميلات، المقلس الألوان، و هذا مهم أهم، في هذا المطلوب ، يجب علينا ان نبحث عن هذه المنطقة في الهر يدكي أن هذا هو المنطقة في الهر لكي ترى أن هذا هو هربيزيوستر ومع المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة إنه مرحبا يدخل أن هذا هو مطلع أو مطلع مطلع أو مطلع مطلع بما أنه هناك مطلع في مطلع إلى المطلع ومطلع مطلع 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 أو عندما تسأل المطلع لتفتحه تنشقل عين الفور أو يستطيع أنه لا يمكن أن تفتحه هذه هي الأساسية تسأل المطلع لتفتحه تسأل المطلع تسأل المطلع في هذه الأساسية أيضًا أخرى تسأل المطلع يجب أن تسأل المطلع كيف تصدق أنك عام؟ تنشق الوصول لأنه يكون في الأساسية لأنك في الأساسية يجب أن تسأل المطلع ليس للللللللل الرجوع هذه الأساسية أنك إذا أطرق مطلع المطلع يعمل الأساسية ومطلع المطلع which is due to herpes simplex type 1. We recently discovered it is due to herpes simplex type 1. This is pels palsy. While in elderly, you should think of secondary, exclude secondary causes, and then you diagnose if it's pels palsy or not. For how long you ask him, for how long you get this? He said for a few days or for more than a few days. And ask him a simple question. Before you get this facial palsy, do you have a pain behind your right ear? Pain in this area, in this area pain, any pain in this area, four days prior to the facial palsy, it means the prognosis is good. It means the recovery is complete. It means that the lesion is a partial damage. not complete external damage. Therefore, this is an important question. Then, I ask your patient, what's your job? Because some jobs are liable to work to facial palsy, especially those diving, diving, اللي يعلمون السباحة واللي سبحون واليغطصون. اللي يعلمون السباحة والغطس والليغطصون. They are more liable to facial palsy. Then, ask him other question, do you have diabetes? because diabetes is five times more liable to facial palsy than the other without diabetes. And, ask him if there is any trauma on your face. I mean, if anybody hit you on your face, it might damage your facial palsy. therefore, it is forbidden to hit a child on his face with your hand because it might damage the facial nerve. And, if it's the female, if the patient is a female and got a facial palsy, ask her for a recent delivery because usually a pregnancy is the second cause after diabetes causing facial palsy because during the labor pain, there is a good hypotension inside the brain and you get a facial palsy. She is more liable than non-pregnant, three times more liable than non-pregnant female. I mean, if, ask the patient if, is this the first time or the second time or the third time. If it is a recurrent facial palsy, you should think of oro-facial granulomatosis. Therefore, before, this is for chronic causes of facial palsy. Before you diagnose this is a pulse palsy or not, you should exclude what? TB causing facial palsy, polio causing facial palsy, herpes duster, I think this patient, HIV patient, meningitis, fungal meningitis, brain stem, CVA, causing lower motor, facial palsy, MS, cerebral lobe, and tying, angular tumor. is all that you should exclude it before you say this is a pulse palsy and ask him about a drug. Which drug can cause its facial palsy? Vinicristine and viniblastine might cause its facial palsy and might cause peripheral in your body too. and this, these two cytotoxic drugs causing a painful peripheral urobatic and a painful facial palsy. This is, you should, this is, this is make you differentiated from leukemia causing facial palsy and lymphoma causing facial palsy. Therefore, the other question, is it painless or painful? Painful, painful facial palsy, yes, herpes duster, ramsey hand, viniblastine and vinicristine, while painless, the pulse palsy painless, leukemia painless, lymphoma painless, sarcoid usually painless. Then, pain palsy, eh, causes, we know that, we know now recently that the causes of pulse palsy is a herpes simplex type 1 recently being discovered. What are, if they ask you, what are the systemic diseases that cause facial palsy? Diabetes is a systemic disease, sarcoid is a systemic disease, systemic disease, sarcoid is a systemic disease, while gallimberry is a systemic disease. All these are systemic disease, it might cause in a facial palsy. Another question, which sport, sport, يعني, Hawaii, land, can cause its facial palsy, or diving, elabes, 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 السابع, this is the ADD. Which person is more liable to facial palsy? which CVA can cause lower motor facial palsy? brain CVA, brain CVA, usually causing upper motor facial palsy, while brain stem CVA cause the lower motor facial palsy, it means both the upper and lower part of the face being affected, therefore this is, if they ask you about CVA, cause the lower facial palsy, it's the brain stem CVA. which viruses can cause its facial palsy? It's the polio, herpes duster, HIV, herpes simplex causing pill palsy. Which fundal infection causes facial palsy? It is a chronic fundal meningitis causing facial palsy. Which tumor can cause facial palsy? Acoustic neuroma, brain stem tumor, what's a rebello pontine angular tumor, all these tumors can cause facial palsy and should exclude why female on enduring delivery get got facial palsy? Because due to intracranial hypotension. And probably they ask you what are the causes of bilateral facial palsy? Gallimberry syndrome is one of who causes sarcoidosis, polio, leukemia, lymphoma, Lyme disease, Borilla, في America al-jenubia, إذا أليم من القروض. Well, as we drug can cause facial palsy during venicristine or venicristine or venicristine and how we differentiate facial palsy due to leukemia or lymphoma from that due venicristine it is the pain painful facial palsy it means drug introduced venicristine or venicristine while lymphoma or leukemia it is usually painless and the patient sometimes asks you that I can tolerate loud voice why because it is he got paralysis of his stabilis muscle inside the ear while after sometime facial palsy recover after six months he present to you that he told you that while I eating I get a running tear I mean من يأكل عين الدم شنو السبب من يأكل المريض يعلش المريض عين الدم القوز here is mismatching misconnection of the parasympathetic tympanic branch of the glosopharyngeal nerve why we do AMG why we do I mean nerve study for facial palsy to see if there is external damage it means this is permanent damage and not recovered while if it is not it is usually mild damage and probably they ask you how you treat the treatment of this facial palsy they usually they give steroid 40 milligrams per day for five days and they decrease it to 10 milligrams per day for five days and they give a cycle of air these are all the questions in all book about short cases facial palsy or slide be careful and you should know it very well and thank you